شارك قادة رابطة دول جنوب شرق أسيا في قمة خاصة على الانترنت حول تدعية تفشي فيروس كورونا حيث كانت رئاسة الاجتماع من العاصمة الفيتنامية هانوي وأشهد رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوق بجهود جميع دول جنوب شرق أسيا لمكافحة الفيروس مشيرا إلى أن قطاع الخدمات والذي يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدول جنوب شرق أسيا سيتأثر بشكل خاص بشدة الوباء وأضف رئيس الوزراء أنه في هذه الأوقات الصعبة يضيء تضامن مجتمع دول جنوب شرق أسيا كم أنرة في الظلام وأشار سلطان بروناي حسن البلقية إلى ضرورة العمل الجماعي لضمان عدم إعاقة إنتاج السلع وإبقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومتصلة وأذكر أن هذا سيحافظ على تدفق السلع والخدمات الأساسية بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار والأنشطة الاقتصادية ووفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جون هوبكنز فإن جميع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق أسيا قد تأثرت بفيروس كورونا مع أكثر من 920 حالة وفاة للأشخاص المصابين بالفيروس وأكثر من 20 ألف حالة مؤكدة ترجمة نانسي قنقر